اشتركوا في القناة ومتوفرة لعبة جدا جميلة لعبة ذات شعبية عريضة ومشهورة واللعبة فعلا تستحق ان الواحد يقتنيها خاصة اذا كان عندك اوقات فراغ اكيد راح تستفيد من هذه اللعبة اليوم راح يكون موضوعنا اكيد موضوع جديد اختلف عن الموضوع اللي كان في الحلقة الماضية وهو موضوع نقاط اضافية للقارب او طلبات القارب قبلها كان في حدث عن نقاط اضافية لطلبات السيارة بعدها تلاها بيوم بعد ما انتهى الحدث الخاص باضافة نقاط اضافية للسيارة جاء الى القارب ومثل ما احنا نشوف الان القارب خلاص انتهى الحدث الخاص فيه بمضاعفة نقاط الخبرة اليوم احنا نروح نشوف تقريبا لوحة الاحداث موجود عليها شيء هناك لو نشوف راح اوريكم راح نقرب موجود عليها تاون فيزوتورز يعني زوار البلدة اوكي فمن من من هذه اللوحة دائما احنا نحصل الاحداث الجديدة اللي موجودة عندنا في مزرعتنا او في بلدتنا نروح نشوف وش الحدث الموجود لوحة الاحداث تقول هي نقاط اضافية لزائري او لزائر البلدة كل زائر يزوره في البلدة راح ونخدمه راح نحصل على نقاط اضافية او ضعف النقاط اللي هي موجودة طبعا ايش اللي باقي اللي باقي 23 ساعة 51 دقيقة انه تقريبا انا متأخر عادي كله واحد لو انا كنت متأخر ولكن الهدف من هذه اللعبة يعني نتعلم ونشوف ونعرف من وين نعرف الاحداث اللي موجودة عندنا في مزرعتنا وهي هذه اللوحة دايما ثابتة عند المتجر دايما هذه اللوحة هي اللي تعطينا الاحداث الموجودة طيب بلدتنا وين بلدتنا هي المنطقة اللي ندخل عليها عن طريق عن طريق القطار فيها سكة قطار وفيها متاجر وفيها يعني مباني احنا نبنيها ونخدم زوارنا فعلشان الليفل دايما يخدمك فانت من الليفل الى الليفل تفتح معاك اشياء جديدة وتقدر تتمكن من تطوير لعبتك الهاي دي من وقت الى اخر احنا نشوفها الان قبل ما ندخل على سكة القطار هي المدخل الى البلدة سكة القطار اللي موجودة عندنا على الصفحة الرئيسية للعبة هي المدخل الى البلدة في عندنا بعد في تطويرات تكون في لوحة موجودة علشان تعرف طلبات او تعرف زوارك وطلباتهم في لوحة فيما بعد لما تتقدم في المراحل او تتقدم في المستويات في اللعبة هذي راح يفتحون لك لوحة بدل بان انك تروح تدخل الى البلدة وتدخل مبنى 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 راح تجد ان في امكانك تبني او تضع الخيار هذا وهو ان يكون في لوحة امام شعار الدخول الى البلدة وهو سكة القطار راح تحص اللوحة اللوحة هذه اسمونها طلبيات زوار البلدة راح تعرف البقالة وش فيها من طلبيات وكم فيها زائر اوكي مثل هذه الان نشوف فيه عندنا واحدة ما لبينا جميع طلباتها اوكي ونجي دار السينما في عندنا زوار اثنين انا استقبلتهم لهم طلبات الاولى اللي علي ساري تحتاج الى فشار الشوكولاتة والان موجود في الماكينة او الالة الخاصة باعداد الفشار الثانية تحتاج الى بيتزا وتحتاج اتوقع فشار بالزبدة البيتزا شغلنا عليها المخبز وان شاء الله راح يتم وجودها اما بيتزا بالفشار او فشار بالزبدة ان شاء الله راح نبحث عنها في الالة الخاصة باعداد الفشار او راح ادوره في مكان ثاني ممكن احصله لاني محتاج واحد الان علشان اكمل الطلبية طيب نجي الى المطعم المطعم في عندنا موجود شخص واحد موجود هناك في عندنا فطيرة جبن فيه جاهزة له وفي عندنا برقر سمك نحتاج الى اننا جاهزة له نجي الى اخر مبنى وهو المنتجع واحدة من الطلبات جاهزة بالكامل تحتاج الى تفاح واحد وتحتاج الى عصير طماطم اثنين متوفر اما الزائر الثاني فهو محتاج الى واحد من حليب الماعز وذيل السرطان هذا اللي دايما يكون صعب ايجاده مثل ما قلنا الشي اللي احنا محتاجين الان فشار بالزبدة نذهب الى صانعة الفشار وهذا فشار بالزبدة يحتاج الى ساعة كاملة طيب وبعد قلنا او او نبحث عننا احيانا نبحث عننا في الاعلانات لوحة الاعلانات راح نحصل احيانا طلباتنا موجودة راح احيانا نحصلها عادي اذا عندك رصيد وتقدر تشتري اشتر ولب الطلبات لان هذه فيها مضاعفة اكس بي للاسف ما حصلت راح راح اشوف ان شاء الله راح اشوف ان شاء الله اوين كم فشار او اثنين شوكولاتة راح نكمل لهم اثنين شوكولاتة ياريت كلنا طيب هذه اثنين شوكولاتة واحد فشار بالزبدة راح نحتاج الى وقت تقريبا فشار بالشوكولاتة ساعتين وواحد وعشرين فشار بالزبدة تقريبا ساعة فراح ننتظر طيب اش اللي باقي عندنا باقي عندنا السكر البني راح نشغل المكينة علشان نجهز الطلب الخاص بالسكر البني علشان نكمله هذا اللي هو طلب البقالة لازم نجيبه ونكمله هذا الطلب خلاص اللي هو دار السينما راح ان شاء الله يكتمل طلبناه وخلصنا عندنا طلب المطعم هذا يحتاج الى السمك فراح نجهز له برقر سمك وبكذا نكون احنا جهزنا الطلبات اللي موجودة عندنا في البلدة طبعا من بلدة الى بلدة السمك ما عندي طيب اروح البحيرة الان ونصطاد سمك او نشوف الشباك انا عندي شباك اتوقع او نشوف عندنا حق السرطان فيه سرطان كذلك جاهز اوكي ونقدر نطلع السرطان هذا عندنا اثنين سرطان لسه باقي يا اخي خلاص ما فيها شي فاضية يقول لي مليانة اوكي خلاص راح يروح الى بحيرة السرطان او بركة السرطان الاسماك نقدر نصيده الان بكل سهولة ونكمل الطلب اللي موجود عندنا هناك فقط احنا نبغي نعرف كيف كيف نجيب الطلبات ونجهزها هذه سمكة حصلناها اوكي ممتاز وهذه سمكة اخرى البحيرة عندك مثل ما نقول البحيرة تقدر تطورها بين فترة وفترة راح اشد عليها السمكة دي اوكي كم كيلو عطتنا ثلاثة كيلو ثمانية اوكي راح نرجع الى مزرعتنا واتوقع ان برقر السمك الان بامكاننا انجهزه ان شاء الله خلاص اوكي بكذا نكون تممنا جميع الطلبات او تحضير الطلبات اللي موجودة عندنا من دون ما ادخل الى البلدة لكن الان راح ندخل معاكم الطلبات هذه راح تتم طلب هذا راح يتم عندنا طلب السرطان تقريبا صار عندنا واحد وباقي عندنا الثاني بعد ما راح نتممه راح كذلك ندخل ونخلصها طيب نشوف احنا البلدة وش في البلدة البلدة مثل ما احنا نشوفها الان فيها سكة قطار كل مزرعة فيها ايدي بعد ما ترتفع في اللفلات اللي عندك راح تفتح عندك ان شاء الله باذن الله في البلدة سكة القطار بعد ما تصلح القطار بعد ما تصلح انت محطة القطار راح تفتح معاك ان شاء الله سكة القطار وتبتدي تستقبل بلدتك زوار مثل ما احنا شايفين الان هذولة زوار عندي موجودين محتاجين الى اني اذل لهم وين تروح هذا اذلنا لا يروح الى الاستراحة هذا اذلنا لا يروح للمنتجع هذه خلصت مثل ما نشوف هذه خلصت لنا الطلب هذا يقول أشر لي روح دار السينما حبيبي الثاني هذا ما أدري والله وش يبغي انتي الميكانيكي أوكي هذه تبغي البقالة طبعا موه كلهم راح ندخلهم طبعا في ناس انتهوا من خدمتهم فالآن هم قاعدين يكافؤوننا ويعطونا نقاط مثل ما تقولون شوفوا أوكي عطتنا هذه شكرا لك أوكي خلصنا الآن روح نشوف الآن وين الأماكن في المطعم عندنا واحد أوكي هذا مخلص كذلك شوفوا أذولا كلهم أنا مخلصهم من أول فراح ندخل الآن على طلباتنا الجديدة هذا اللي كان طالب من عندنا برقر وطالب من عندنا فطيلة جبن الفيتا فراح نجيب لك طلبك إن شاء الله وعندنا ها هنا هذا تو مخلص كان زائر عندنا قديم طبعا هذولا أتوقع ما هم داخلين في الحسبة الجديدة المضاعفة نشوف الآن الطلبات المضاعفة نشوف الإكس بي باللون البنفسي جي تقريبا إنه مضاعف فالطلب هذا هو داخل في الحدث الآن إنه لما نخدمها ومثل ما قلنا لكم إنه لها بيتزا لها بيتزا ولها كذلك فشار بالزبدة إن شاء الله لما نجيب طلبها راح تعطينا الإكس بي المضاعف إن شاء الله بإذن الله هذا الثاني هذا الثاني له طلب كذلك اللي هو السمك كذلك مضاعف نشوفه عندنا مضاعف إجمال الجوائز المبلغ 242 ولكن الإكس بي 244 فهي راح تدقل من ضمن المضاعف راح نعجل بالطلب إن شاء الله ونجيبها لهم ونخلصها نجي إلى عندنا طلبات من أول خلصوا الزوار اللي عندنا هذا هو الزوار الجدد إحنا لما نلبي طلب هذه راح نحصل على النقاط الإضافية في الخبرة كذلك هذه نفس الشي راح تحت محتاجها إلى خبز ومحتاجها هذه أقدر أخدمها إن شاء الله قريب بإذن الله هذه توها تدخل عندنا في طلبات سهلة وفي طلبات صعبة هذه تحتاج أوكي هذه نقدر نخدمها وهي داخلة في النقاط المضاعفة لأن الموارد متوفر عندنا راح نقول لها يلا أخذي أوكي انبسطت طيب نجي للثاني علا وعسى يحتاج إلى تفاح وجزر راح نجيب لك تفاح وجزر ونعود وين في مبنى المنتجة راح نجيب له تفاح هو يبغى تفاح حاضرين ابشر راح نجيب لك تفاح إن شاء الله علشان نتمم الطلب وهذه أشجار التفاح اللي عندنا أوكي نروح له ونخلصه الآن على طول ونحصل على النقاط الإضافية الخاصة بالمنتجة شوفوه هذا هو نقاط إضافية شوف نقاط إضافية للبناء حتى البناء كذلك راح نعطيه أوكي هذا أخذ طلبه والثاني أخذت طلبها خلال ثلاث ساعات راح يمكثون وراح يتوكلون على الله وراح يعطونا النقاط الإضافية أتوقع النقاط الإضافية قد تصب في النقاط الرئيسية أو النقاط كذلك الخاصة بالبلدة لأنه في نقاط رئيسية ونقاط خاصة بالبلدة نقاط البلدة هذه بالأحمر يعطيك نقاط إضافية للإكس بي لمزرعتك على العموم ويعطيك كذلك نقاط إضافية للمنتجع وهي القلوب الحمراء راح نشوف هذا إيش عنده عندنا متوفر وموجود الطلب حقه وراح يعطينا نقاط إضافية نشوف اليوم الحدث جدا ممتاز أعطونا نقاط إضافية في الكثير من المبانئ اللي موجودة متوفرة معنا لنشوف هذا المعضل وش يبغي أكيد دائما أنتم يا المعضلين تحتاجون للمطاعم الثاني هذا المعضل الثاني يبغي البقالة كويس أنك اليوم تبغي البقالة دار السينما شوفوا أنا دخلت الآن زوار عندي روح للمطعم دخلت عندي الزوار اللي منتظرين على قائمة الانتظار دخلتهم هذا يبغي إبعاد أوكي راح يجيك القطار حبيبي راح يجيك القطار نيجي الآن خلصنا من البلدة وشفنا كيف النقاط الأضافية اللي راح تدخل عندنا في البلدة وكيف نحضرها وكيف نجهزها نرجع مرة ثانية إلى اللوحة نشوف أن في عندنا لوحة هذه نقدر نقدمها الآن بالخبز ولكن هذا شوي الطلب راح يتأخر بحكم أنه يحتاج إلى مربة توت واثنين فآلة التوت دائما بطيئة جانا زيادة واحد في دار السينما يحتاج إلى الآيس كريم اللي هو الفراولة أو مثلجات الفراولة راح نقدر نقدمها هذا يحتاج إلى فشار أثنين راح 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 ممكن أجيبهم الآن فشار أثنين والله دائما في الإعلانات نحصل فشار للبيع ونشوف فشار حار اليوم كله فشار حار طيب نرجع نشوف الطلبات علشان نكملها معاكم أو نكمل جزء منها آآ راح نروح إلى وين راح نروح إلى دار السينما في عندنا واحد ينتظرنا في دار السينما وراح نلبي طلبة يحتاجون بيض خمسة بيض آآ في وحدة تحتاج إلى بيض تسعة اللي متوفر خمسة يا ربي إني أقدر والله ما في أوكي 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 يا رب يا رب إن شاء الله في باقي وحدة أوكي أتوقع توفر البيض معنا الآن توفر عندنا البيض آخر طلب تقريبا آآ يا الله ثمانية باقي لي أنتظر الدواجن أو الدجاج يعطوني بيض يمكن فيه شيء متوفر الآن لا والله ما متوفر للأسف طيب نرجع مرة ثانية نشوف على وعسى تجددت اللوحة فطيرة قرع يا سلام عليك إن شاء الله أنهم متوفرة خمسة فطيرة قرع عادي بشتريهم أنا كلها ما عندي مشكلة كويس هذي راح تحل لنا موضوع فطيرة القرع اللي موجودة عندنا هناك آآ راح ننتظر خلاص راح أنتظر هذه البيض خلصت نشوف باقينا رغيف في ناس طالبين رغيف أو خبز ثلاثة أتوقع خبز محتاجين تسعة لما تتوفر الخبز عادة سريع البيض جاهزة باقي الطلب هذا باقي فيه الفشار بالزبدة فيه طلب عندنا جاهز إذا فيه طلب جاهز راح ألبيها الآن وخلص منه ما فيه ولا طلب جاهز تقريبا هذه طريقة مثل ما نقول هذه طريقة تجميع هذا اليوم موضوعنا خاص ب مضاعفة نقاط زوار البلدة نقدر ندخل عليهم نقدر نوفر طلباتهم نشوف إش اللي هم يبغون والركز عملنا اليوم شوفوا أنا اليوم كان عملي متركز فقط على زوار البلدة لأن محتاج للنقاط الإضافية اللي راح إن شاء الله اتمررني بإذن الله خلال يمكن اليوم ممكن تقريبا اليوم أو بكرة إن شاء الله بإذن الله راح نتجاوز لفل 45 وندخل إلى لفل 46 إن شاء الله بإذن الله معاكم كنا من قبل كم يوم كنت في لفل 44 وتجاوزت إلى لفل 45 وكان في حلقة خاصة بدخولنا إلى لفل 45 إن شاء الله بعد يعني سويعات أو خلال يعني إن شاء الله فترة وجيزة تقريبا اللي ناقصني الآن 7200 نقطة في الـ XB إن شاء الله راح أحصلهم اليوم وأتجاوز إلى 46 في اللفل في مزرعتي هذه إن شاء الله بإذن الله أتمنى تعجبكم هذه الحلقة لا تنسوا لنا من لايك وغير المشتركين نقول حياكم الله اشتركوا معنا أصدقاء جدد والمشتركين فعلوا زر التنبيه حتى يصلكم كل جديد عن قناتنا وعن هذه اللعبة الجميلة ذات الشعبية العريضة وأقول أترككم الآن في رعاية الله وأشوفكم على خير في حلقة قادمة من الهاي دي ومع السلامة